نهارت اللي خرجي ولدي من القضية الأولى عدا جمعة وخرج في حالة سراح عرضوها وليت الحومة بدأوا يغنيوا وهو معاهم يسلم عليهم ويبوس فيهم فرحانين ويغني ولدي ما غنيش معاهم ولدي قال سو سو بابا سو اكهو والفيديو موجود على الانترنت حتى كي هبط مش هبطش في باج ولدي ولا هبط ولدي وقبلها كي ولدي موقوف غنيوا هالغنية ذيه في الماتش في استاد رادز ولدي انا في الحبس ولدي ليه كتبها ولا غنيها ولا هو عاملة مشينا اليوم على اساس بش يسهلوه ويروح صح ولدي ولا موقوف اليوم قلت همش كيت بيه باية الزردي قالت يسف فيه ثلب وانا ولدي ما خرج حتى كل ما هو من عنده طوي بش يوليه وحاس بو حاس بو جمعت البيراج في استاد زيتك يغنيوا يا رسول الله بش يشوف وكيل الجمهورية الفيديو بش يلقى ولدي يقول سو سو بابا سو اكهو موجوش بش موجوش معاه صحيح العباد تغني فرحانة اما ولدي موجوش معاه مش بتش باية ولدي بقدرة ربي القضاء بش ينص ويروح اذا كان هي ما تدخلش الماكينات الي عندها حكم عليه سبعة شهور سرسي وعشرين مليون اخطي ومساعدهش ماش راضي على الحكم عاد كان باية الزردي هي تحكم مفتيح الحبس في يدها ولا خطر هي اعلامية وولدي دخل في اضراب جوعه اليوم ولدي كيعلموه الي هو توقف دخل في اضراب جوعه وحشي هذي هي الشكاية الي قدمتها انا بها همتت على انستجرام قتلوا كان جاي ابوك شريف وكان جاي امك شريفة وكان جاي عائلتك شرفة ميجيبوش واحد ممصخ وكلب وامل كيف كنتي مصيت في شرفي انا قدمت بها قاضية قاضيتي وين قاضيتي ما فاميش قاضيتي تخبيت قاضيتي اليوم عندها شهرين ما فاميش قاضيتي انا بيش اضررها هيا قاطر انا ليس بيتها لعملت لها حتى شاي ما عندياش حق بيش ترفع بي قاضية كي ما صار ما بيناتهم بينا احمد ولدي واللي هو عرفوها بيش اضررق دو انا القضية متاعي انا الي شكيت بها قدمت القضية في المحكمة في الجمهورية بعث في الفرقة مقامة الجرام عيتولي جابوا ولدي من المرنجية شاكي بها هو زيادة معايا بحثوه ع القضية وبعدين اعطوني استدعاء قالولي باش تجين هالخميس مكافحة انت يبايا الزردي انا مشيت وهي بما انها اعلامية ما جيتش ما جيتش في المكافحة ما حضرتش معايا في المكافحة على خاطر ما عندها ما تتكلم معايا في المكافحة زبدة لي شرفي زبدة شرف المرأة اللي جاهدة تسمعتها سنة سنة على ايتام مليمتراجين زادة عليهم تقول هي مياشة شريفة ويني حقوق المرأة يقفوا معايا انا توا على قضية اللي مقدمتها انا على شرفي اللي تجبد ويني المرأة هذي قضية شرف المرأة ويني ويني المنساء اللي قاموا معايا الزردي ويني معايا انا حق من حقوقي انا كمرأة هو كي شبت ما شبتش مرأة تونسية قالك المرأة التونسية دي كأمي ودي كأختي هو كيفام حكاية ما بينوا بينها اما انا قاس دتني طول وقاس دشرفي ويني الدفاع لمرأة التونسية ويلزم الرباراتور كل يكونوا مستعدين وحاضرين للي صار في احمد ولدي كلايبي بيجي راهو بش تصير عليهم هوم انهار اخرز دا نفس الحكاية اما الحمدولله الربار كل متضامدين معها ووقفين معها اي بشر واصل ولباس عليه اه يعمل حاجة معها وجا يتكلم الربار بش ينقضوه يمشي يوقفوه يدخلو الحبس حتى الربارات معاش بش يتكلموه ما ينزموه بش يتكلموه بها طواه وكي وليت الحكاية هكا في بالن بس يسكتوه هومو ما يسكتوش اشتركوا في القناة